بسم الله الرحمن صلي وسلم على سيدنا محمد حبيبتي الغاليات نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيبتي الغاليات اليوم عندنا مشكلة دي الواحد البنت من بناتها بسلتها لي على الخاص على الجمعيل غدي نشاركها معكم باش تشوفوا واش يعني عندكم شي نصيحة لها وانا غدي نحط لها المهم هاد السيدة هاد رخصت المشكلة دي لها كاملة يعني بسبب فحد السبب يعني المشاكل اللي عندها جمعتهم ودرتهم فحد السبب يعني ولكن لا هي كان عدة اسبب انا غدي نحط لكم هاد الاسبب دي لها وحدة وحدة هاد بنتي الغالية قالت لك المهم زوجتها عن حب كانت كتحب زوجي لها ويحبها لمدة ثلاث سنوات خطوبة تقدم لها تزوجه يعني احترام وحب وبد بينهم وتقدير وكل شي على ما يرام هاد السيدة هاد حاصلة للإجازة في اللغة الإنجليزية ولكن ما خدمتش قالت ربما ما غديش نحتاج للعمل هنا كين مشكلة هنا هاد نقطة الأولى هاد هي السبب في المشاكل دي لها هتاهي هاد هي جزء في المشاكل هي هي ماذا غنيش ذكرتش هادBLE لانها يوجد لها ولكن هنا انا هاد نقط حتي شخص هو بداية المشكل اي وحدة خاص انا قلت هذه للكم وهاو اللي كان قلت للكم رأي كان قلل الولادي كوني مستقلة ماديا بلي باش كان انتي وجهدك كان واحد الفيديو سرحت لكم لا يوجد موظفات طيران و مهندسات و طبيبات و شرطيات لا يوجد موظفات طيران و الأعمال و الذكاء و الوقت الذي كنا ندرسه و نقرأه و كان لدينا الإمكانيات لكي نكمل القراءة و كان ليس ذكي و متفوق و لكن لم يساعدوا لكي يكمل الدراسة بسبب الفلوس بسبب البعد بسبب المرض بسبب فق فقدان أحد الأباء بسبب هجرة بسبب عطلة ولكن هذا لا يعني على النوم اللي كي يكبره و يقدره كي يقدر يكمل يعني الدراسة و التعليم و الصنعة باقي تقدري تكملي في أي وقت ولكن كما قلت لكم خاصة نكونوا مستقلات مديان مستقلات مديان بحالة ما غضي يكونوا عندنا الفلوس هكاك إلا إذا كنا لأباء دينا عندهم أمبراطورية كبيرة دينا المال شركات مباني عمارات سيارات و هذو كي يدخلنا واحد الصالير منهم يعني للأجرة دينا هذك الأشياء واحد دخل منهم هنا نقدرهم نشد الفلوس بدون ما نخدمه ولكن لا الفلوس كتجي مع التعب التعب يعني خاصة نخدمه خاصة ندير واحد المقابل باش نشد الفلوس وهذه النقطة إلى عقلتوا المتتبعات ديالي القدال راك نقول لكم زرعوها فوليداتكم منهو ما صغر من مسيح الطبلة من نهز الفوطع من نهز نجمع حواجك و فرقه له كأن الأشياء فرض عليه يديرهم بدون مقابل و كأن الأشياء خاصة يدرهم مقابل أجي قرضي لي أخوك صور ما تخليه قس هذا ما تخليه يدير هذا و راه غادين نكون تدير بيبي ستر و أنا غادين نعطيك مبالغ مالية و هذو كل مبالغ المالية كتعلمي ولدك كيفاش يجيريهم بحالاش يسيرهم يعني من اللي كانت كونه متعلمين هاد شي من الصغر و راه من اللي نكبرو غادي نبقاو عندنا ديك 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 توجه ديك أو ديك الرغبة أو ديك الحماس أو الداخل مزروع فينا ديك البذرة ديال أننا نشتاغل و راه ما كناش حاجة كتجيب المجان هاد الصيدة هدي هي من اللي عندها الإجازة في الإنجليزية و قلصة ما خدمت ضيعت نفسها كانت هي عدو نفسها هيا ما قالتش اهنا السوج جLI قلي ما تخدمي نقال لك 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 اللي قالت يعيك المال غادي تحتاج للمال صحيح بغينة ذك المال يدخل ولكن راك تعطيك قيمة العمل يأعطي قيمة بعغير الخبز يعطيك قيمة تحسي بالقيمة لأنك هو م leap م تدخلي من العمل ديال إيه دك العمل العقل ديالك برجالا عمل اللي يأت خدمي بي اية عمل هادوك الفلوسك الدخلي منوك عندهم واحد طعم في شكل واحد الاحساسي حس السوق على انك انتي ملكة نفسك ملكة نفسك على انك انتي هنا تقدريت زوجي وتعيشي مع واحد الزوج او تقدريت تكريم عشي واحد او تقدريت تسافري مع عشي واحد ولكن ما غاديش يضغط عليك باسباب مادية يعني انتي مستقلة اصلا مادية يعني هنا انتي كتكوني حرة شو الواحد اللي كيكون في السجن وواحد خارج السجن راه بحال هاك هاداك المستقل الماديين بحال هاداك اللي خارج من السجن يعني يحر كي يخرج بغي يمشي هنا بغي يدوز هنا بغي يطلع هنا بغي ينزل هنا بغي يسافر بغي ينعز اما هاداك اللي في السجن راه كيف يقوم استدصلاح خاصوا يدير الدوش دياله خاصوا هادا خاصوا بحال كنشوفه في الافلام يجب أن يخرج و يدير و لا يجب أن يدر هذا بحال هكاك الإنسان الذي لا يجب أن يدخل المادة بدراعه و خدمته و جهده و تعبه الذي تجعله تغنيه للآخر هنا سنتطرق نقطة و سنعود لكم لهذه السيدة والذي يرى الكثير من الأزواج لا يريد أن يجعلها تستقل المادياً لأنه لديه خوف و بعد امراض تجعلها من بعض الناس تكون سبب في أن الزوج لا يجعلها كثيراً للمرأة قادمة بعض الأباء أنانيين لا يجعلوا وليداتهم أو الطرف المعام وليداتهم يكونوا مستقلين مادياً كان صحابات اللي تشوف تبقى تخدمي تبقى تعطيك آراء عكس باش مشي تخدمي وش بغيتيها ومشي هذا لأنك تخافك تستقل اللي ماديا تولي أحسن منها فهنتوني بحالش كان بعض أهل الزوج ما كيبغوش مراد ولدهم تكون مستقلة ماديا لأنها ما غاليش تبقى تحت سيطرتهم ما اللي يكونوا عندها الدراري أو وخا ما عنداش الدراري دائما وأنها مستقلة ماديا وحتى هي أنها غتكون شريكة في الأملاك ديال ولدهم اللي هي احتى هي أملاكها ولكن هما دائما أهل الولد أو أهل الزوج كي يحسب لهم واش ولدهم هو اللي صافي يعني إلى ما كانش ولدهم مرى هذه الصيدة حتى الشمس ما غديت هذا ما غديش تنور عليها أو الشمس ما غديت طلع عليها وكاين اللي هو مريض بالنرجسية مريض بالخوف مريض بالسادية مريض أطال Cult الأمراض اللي كانت تشيفين الناس عادين يلبسوك ويقضروا معك عادي يكونوا ضرافين معك ولكن الداخل ديالهم راكين مرض يقدروا يكونوا يمارسون هذا المرض على الناس القريبين منهم هذا المرض ما يلمسوش الناس اللي بعد منهم كيلمسو غير اللي قريب منهم وكتير قرينا في الرسائل وقرينا في الكمنترات وقرينا في غير اول بارح انا علقت واحد الكومنتير في الفيديو سيدة الزوج يالها ما كيبغيهاش احتفش شافها دارت واحد الخدمة صغيرة حيد لها قال ليها لما تبقيش تديريها علاش لانه شافها والتي تستقل المدينة لي هنا كيبغي يخليها دائما باش دائما يبقى يتلذذ في الإهانة ديالها يتلذذ في الضعف ديالها يتلذذ يشوفها ضعيفة يشوفها مقصورة يشوفها ما كيبغيش يشوفها ولكن الزوج المربي بطريقة سليمة مربي في أسره نقية نظيفة كيعرف بينه بالله متخلق إنسان واعي إنسان مثقف إنسان كيحب الخير قلبه طيب قلبه يعني قلبه بيض قلبه كي الناس اللي قام عندهاش مستوى ثقافي يعني كبير وما عندهاش قام عمره شو المدينة تلذذك تلقى القلب دياله نظيف وأبيض عادي عنده يشوف الزوجة دياله كتطلع يشوفها كتفواق يشوفها مستقل لماديين وهذا لهذا هاد المرض كتن نرجعو لهذا السيدة هادي هي ما بغاتش تخدم بالإجازة ديالها وتشتغل المهم جلسة في الضع غادي نكملكم القيصة ديالها هاد السيدة هادي قلت لك كنا مزيانين هادا عند المشاكين بدات عندنا فلي فاشولت عندها بداكين أربعات ديال الأطفال ولدتهم في مدت 13 سنة المهم بتقول لك المشكلة ديالي بدات من والدة ديال الزوج ديالها بدات لها المشاكل من لي ولدت الولد ديالها اللول قالت يعني حب سيطرها على زوجة الإبن تحكم في تربيات الأبنى هاد نوع ديال مشاكل يعني هاد الأم هادي هاد نوع ديال المشاكل حيباتي الغليات كيما قلت هاد السيدة قالت على أنه المشاكل تفاقمت أكتر وأكتر من اللي تزاد عندها الولد الأول ومن بعدها الثاني وهذا أم الزوج كتدخلها في كل تفاصيل الحياة ديالها في تربيات الوليدات وبزاك ديال الأشياء والسيطرة وبسيطرة وهذا وهذا الولد اللي هو الزوج كيسمع الهضرة ديال الوليدة دياله ومرات اللي كيهضر مع أخته وخوه حتى أخوه كل شي كيدخلو في حياته والشخصيين بينه وبين زوجته وكيجي كيبقى ينزل على زوجته يعني يمكن بالكلام هي قلت المهم كيدور فيها وما بقاش كيسمع ما بقاش يعني ماشي كيسمع ما بقاش كيهتم بيها ولا كيدور فيها ولا كيعيرها وهذا وصلوا لطلاق عدة مرات يعني يوصلوا حتى لطلاق عدة مرات بسبب هاد المشاكل ديال الأم وديال العيلة دياله بسبب أنه هو كيسمع كلام وليدي غادي نوقفو هنا يا عند هاد النقطة هاد أولا فاش كنشوفو على أننا دخلنا في واحد الواد اللي غادي يدينا الواحد البلاصة يرمي بينا أو دخلنا في واحد البلاصة اللي غادي يجي الواد حامل علينا هنا كنوقفو كنديروا واحد الوقفة في الحيات غادي نوقفنا وهذاك الزوج تبارك الله عندك الإجازة في اللغة الإنجليزية يعني إنسانة متعلمة والزوج جالك أكيد غا يكون إنسان متعلم غادي تقولي له دائما قلت لكم إذا قلتوا تناقشوا الأمور ديالكم حاولوا تناقشوها خارج البيت وبعيد عن الأطفال بعيد عن الناس اللي مسببين في هذوق المشاكل وحتى لو كنت ينتي هو سبب مشكل أو سبب سوء تفاهم غيروا المكان إذا غيرت المكان أراها كتختلف رؤية لها ذاك المشكل أو الرؤية للحل أو بحلاش غادي نفكروا في الحل وحتى النفسية ديال الإنسان كتتغير نعطيكم واحد المثال مثلا أنتي والزوج جالك وقعوا واحد تفاهم في الدار وكنتي كتهضروا معه وانتي في المطبخ وهو قلت الصالة كتجي للصالة كتبقى تناقروا كتتهضروا كتناقشوا ووصل بكم ذاك النقاش حال وتقلقت انتي وتقلق هو وهذا يلي جيتوا تحلوا هذوك المشكل في نفس المكان ما سبحان الله النفسية سبحان الله جربوا وشوفوا أنا أعطيكم من تجربة في حياتي أنا كنتي لغيت نناقش شي حاجة مزوج جالي كانش دمهران ديفو بحل شي واحد غاديل شي إدارة شي حاجة كان قلوا شي يبغيتك معاك أو غير كانت تغدى وكان قلوا بغينا نخرجو وكان نمشو في السيارة دي وكان مشو هكا خارج المدينة أربرة شوية خارج المدينة بقولوا ميت هكا وكان نقلسو في مكان حتى واحد لأنه إلا كانت الناس كتدوزة وكنتي كت بحيلة كت كتت مشي تشوشو أنا بعدها كين هكاك كان نقلسو كان هضرو وكان حلو المشكل دينا بكل هدو بإحترام وصبح الله فاش كتكوني خارج المكان اللي انتي تعصبتي فيه هو تعصب فيه كتولي كتسمعي له لهذا شنو كيقول تناقشي هو كيسمع لك شنو كتقولي وكيكون نقاش نقاش حضاري هدي هدو تجربتي في الحياة هكنا كنت ندري في الحياة وكان نرجعه عادي وكان نسوي المشاكل دينا تما واللي خطأ في حق الآخر كي يعتادر أو كانت الخطأ ماشي منه ولكن من شي حاجة لسبب كان حلو المشكل هدك المشكل وكان رجعه لهذا انتي كين أم الزوج كين الأخ ديال الزوج كين الأخت الزوج ربما أنتم ساكنين في الزر وحدة ما عرفت كيفاش لأنها كتدخل لك في حياتك كاملة وفي تربية وليدات دونك أنتم مساكنين أو قراب من بعضياتكم بزاف يعني كتشوفوا بعضياتكم يوميا هناك أنتي عليك غادي تنتيو الزوج ديالك تخرجو وتمشو الواحد الماكان بحل والله كانتوا موليداتكم واحد الويكاند وتقلصوا وتناقشوا علي عنكم وهكو وتحطي إنه قتل لي ما عاجبينكش في تسيير حياتك غادي تبداي بحلاش مثلا غا نعطيكم مثلا أنا هي الزوجة وأنا هي هد الزوجة هدي وغادي نتخيل دا بزوج ديالي خرجنا ويا ويكان تدينو وليداتنا لأننا ما غاديش نقدروا نخلو الوليدات غادي يقولوا خلوا عندنا ولادهم شو غادي ندو وليداتنا معانا وغادي نشدوا واحد الشوقة نكروها ولا هذا الشيء بلا أصاز وينا على البحرش حاجة وفاش نفطروا ونحيدوا ماشي وقت الفطور باش هذا غادي ننقلصانويا نخلي الوليدات يلعبوا وغادي ننقلصانويا والناقشون نقولوا أنا كنت كانت تخيل حياتي وكان بقى رسمها له قدامه هو نرسمها له في الكلام غادي نقولوا أنا كنت كانت تخيل حياتي من اللي نزوجه أنا وأنت ودارنا وليداتنا طبعا عندك العائلة ديالك وأنا عندي العائلة ديالي كل واحد له احترام احترام دياله الخاص وكيبقى دائما على راسي عائلتك وعلى راسي أهلك لأنني كان حبك وكان قدرك وكان احترامك وحبهم حبي لهم من حبي لك ونفس الشيء العائلتي كل ما إذا كنت تحبني رغبت تحب عائلتي وغد تقدر وغد تحترمك إذا كنت تحين عائلتي رغبت تحبني وهكا إذا قالك لا أنا أنا غير كان هضرو دبع أنا هكا كانت تخيل حياتي وكنت كانت تخيل على أني بيت الرب وليداتي وأنا وأنت والرب وهم على كذا كذا والتربية العصرية بهذا كيفاش ولي كان لوليدات أنا كان هضرهم وأنا عارفة غد تقولي خالتي مثلا كذا أنا رأي غد يرجع لكم أهنا غد يقول له خالتي كتبغيهم وكتحبهم وهذوك أولادها وولاد ولدها وهذوك عينيها وهذو كل شيء ولكن إذا أنا قلت لدري الله وهي كتقول له إيه أكيد أولدي ما بقاش غير يسمع مني وما غير يسمع تمنها هي لكبر إلا أنا كنقول له هي كتقول له لا دائما لأن وهنت أشوف ودخل وقرأ واسول وبحث هنا كتحطيله كل شيء باللوجيك يعني كتحطيله النقاط ثانيا الحياة بيني وبينك واش أنت كتبغي الأم ديالي تدخل في حياتي حياتنا الشخصية يقولك لا كتبغي أخويا يدخل في حياتنا الشخصية واش غاد يمشي الخويا يلقى لي أخويا راجلك ممزي أنا أو تلقي راجلك أو ديري الراجلك أو هذا واش غاد ينجي أنا ونضغط عليك أنت لا غاد أصلا أخويا نقعدوا عند حده غاد يقولون لا ما عندك الحق تدخل بيني وبين زوجي ليا هذا الزوج شنو أعطاك الحق باش تدخل بيني وبين زوجي جالت غاد يقول هشنو أعطاك الحق هنا كتنحطي له النقط بدون مشاكل بدون صداها بدون انزعاج وغادي نتفاهم معه أنا رأي كان مشي كنقول أنا ونرجع لها وغادي تفاهمي مع الزوج جالك وفي نفس الوقت انتو ما في بلاصة مريحة وفي نفس الوقت كتهزي التليفون كتزقسي على حاماتك هي اللي هي اللي يعني يعني أما أخوتاتو أخوتو ذاك شي ذاك شي غير ما فوق شبع يعني ما 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 وقبل قاع ما ما يتصل عليها هو أنا ندوز لها هو فهمتي بحال لش يعني أنا ما مخاص معاها وحنا ندوز ويكاند ولكن نحط النقط على الحروف الله يخليك من اللي نرجع مش يدقى واحدة ولكن شوية بشوية هز الوليدة ديالك خرج معاها فهمها على أن هذكر ولادها ورح فايد ورح عينيها ورح كتحبهم ورح كتبغيهم كتر من نك انت ولكن تربية هذا وهذا من نهار للول من نشوف شي مشكل من نهار للول لأن كل ما سكتع المشاكل ستكبر كل ما سكتع المشاكل ستكبر أنا شخصيا خديجة الصحراوية أنا ماشي من الناس اللي يقول لك لا هذي كنت داخلة وحيدت الصينية قدامي أنا كنت داخلة وهزت مثلا أنا ماشي مكان تابه مكان نعطيش أهمية الأشياء التافع كان سيدة تقول لك دابا أحق راجلي هضر مع مقبل ما هضر مع عيانة أنا ما عمدي أنا ما فهمته ماشي بحال هكي كنشوف الأشياء كنشوف الأهم في الأشياء ما هذو غاش اتافع وبحال كنقلب المشاكل أو شي واحدة تقول لك أنا راجلي اعطال أموة أو أعطال خطو وعلي أعطيها وعلي أدير وعلي هذا أو أنا مشيت غنشري واحد الكسوة وقلت لصاحبتي أو قلت لخد زوجي أو هذو غنشري ومشيت هي أوكي نغير هذيك في المحاهم مشاشراتها قبل مني هذك شي تافع هذيك أمور تافع والأسف بزرد السيدات عندهم هذا غن 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 يعمل يمرر الحياة على أنفسهم ولكن الأشياء المهمة قبل أعطيها كل حاجة أعطيها في حولها أعطيهم واحد الميتال وعلي الخطراء وإن طرف من العائلة طرف من عائلة زوجي وكانوا عندنا الناس بزيف 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 وانا ما كنتش في داري كنت في دار طرف من عائلة زوجي مهم حطوا داروا الماكلات تحرقها معا الناس عامروا تداروا ذاك شي وتحرق الغداء حاولوا يديروا غداء جديد داروا حطوه للرجالة العيالات المهم صافي ما بقاش الوقت باش هذا خص الغداء حطوا غير شي حاجة شي تفاتف فاش حطوا قالوا دخلت هذيك السيدة اللي من العائلة اللي هي اللي احنا كاملين كين عندهم لاني كين ضروف كانت ضروف مرض ديال احد الاشخاص وكانوا مضطرين كونوا مشمعين في هذيك الضار وقالت لهذوك الناس قلسين وانا كنشوف وانا قلسة كنشوف قلت لهم سمحوني يرى فلانا عليا انا وعلى واحد السيدة اخرى من العائلة قريبة لها بزيف قلت لهم فلانا فلانا كنظروا بقلير الغداء وتحرق لهم قلت ل اللا بجلة ما بحرق projekt لله لانا تريد خاطر للغداء تقوليا انا قلت لها ما حرقتوش ماشي بنسكيت ولمشي ونقنش معها للا قلت لهم سمحوني انا ما حرقت الغداء有 شي حاجة اوانا ادرتشي حاجة حطيب ابق Tumblr قلت لها لاختينا ما طيبتو جات فلانا داخلة قلت ت科ت flick had까chup مشي المسئول لها اللغداء ولكن هذه ما قدرتشت انا حضرت ولكن من خلال هاضرتي ومن خلال تبراق هذه العيني ودرت بحالها كسبعها تحت عينها وكتشوفها عرفتها تجبدي تحت عينك تقولي باز كتشوف الثانية قامت تضحق قالت اه اه والله كونت ميت وحشمت قامت قلت لها لحشمتي قولي لغدة قولي الصراحة عادي هذه كلهم عائلة وإلى ما قدرواك وعدرواك شكو اللي غير عدروا تانيين عندك مرض وعندنا مرض كاملين عندنا إنسان مريض في الخطر وعند ما عرفنا شكون السابق شكون ولكن على فايراش الموت يعني ما خاصتا واحد غاهة قاعد ينتابه وما خاصتا ما قاعد تسننا وقتلهم انتم ما قاعدين تسننا والغداء عندنا راه ماشي معقول راحنا خاصنا نسابه وغير المرض عندنا وليت أنا كان قولهم انتم ما اللي غالط ضد هاد ضياف اللي قالسين جايين يطلوا ويقلسوا حتى يتغدى وعادي يخرجوا راه غالط احنا عندنا الناس مرض في الضار عندنا إنسان مريض على فايراش الموت راه مع الناش الموقت باش مقاوا ندوها في الغداء وندوها في مريضة دياننا وندوها في هذا وولادها كيبكو ومناتها كيبكو الله يخليكم خففوا اللي جاء يطل يطلوا ويمشي الله يجازيكم وهي عجبها هاد الحضر نقولها ولكن هي كان عاجبها باش تتهمني أنا وواحد سيدة أخرى لأننا حرقنا الغداء بحال هكا ما كان سكتش ومع أمركم تعلمتوا من تنمى والتي تحتارمني ربما خايفة نقول نفرشها ربما ولكن عارفتني ما كان سكت فاش كي عارفك الإنسان ما كيسكت سكتي كيواللي خاف منك يحتارمك أو ما يحتارمك غدي يحتارمك خوفا منك أو خوفا منك تعلمتوا؟ لهذا حتى نتيا غدي تقولي لا قلت له اللا أو قلت له انتي اللا خاصة نقول له بجوجنا اللا لأنه هاد الدريرة غدي يفسد وغدي يخسر وغدي ما يسمع مني ما يسمع مني ما يسمع مني صافي انت فياد الدفاعات الأخرى غدو خودك شي توقف غارجي يحضر لي نقول له أختك ماشي المزوجة بي أخوك ماشي هو المزوج بي أنا مزوجة بك انت انت كتشوفني أنا وأنا كنشوفك انت أمك على راسي من الفوق أختك و أخوك احتارموني على راسي من الفوق ما احتارمونيش أنا را ما غديش نهتم بيهم ما عندي فيهم ما تقول ليه ما نقول ليهم ما نشوه تستنوا عليكم ما نقدر ما نقول عليهم هنا من اللي كتوقفي لهذا الراجل هذا وتقول له بحال هاد الدراء هذي كيعرفك مصممة وواقفة وخاصة إذا كان عندك نرجع لنقطة العمل إذا كنت مستقلة ماديا الله أخي يجوه يقول له ما نعرفه إذا كنت مستقلة ماديا وهو مغتاصب لك المال ديالك ركينا لمستقلة ماديا ولكن الزوج ديالها هو المغتاصب لأموالها لماذا مغتاصب لهم؟ لأنه يجدهم كامل انه يتصرف فيهم وما يجعلها تصرف فيهم وكديرها حقرها وكتخدم وتجيب له ونعطيكم ممكن تحطي لكم واحد القصة ونكملكم القصة لديك السيدة لمديرات المدرسة والزوج ديالها محيد لها ومزوج عليها ومحيد لها الكرت وكل شيء رجعت كتبت لي سوف نقول لكم القصة لديها المهم حبيبتي السيدة المهم من بعد قلت لكم ما زوج ديالها وكي وصلوا الطلاق مرتين مرة من المرات يمكن التالتة المرات أو المعرفة وكي وصلوا الطلاق بها وليداتها جت وتوسلتوا باش ما يطلقها وقلت له هالعار ما طلقنيش خليني يغرب بوليداتي وهذا وهذا هنا قلت لك حسيت بكرامتي اتهانت وحسيت بعزة نفسي مشات وصافي قلت لك كانت أصعب شي حاجة في حياتي هي نعتادر له ونترجاه باش ما يطلقني فهمتو؟ هو قلت لك كي يحبني وكي يقدرني وكي يحتارمني وكيتوددلي وكي يعني مبعد هادشي وخاكيني المشاكل ديال والدي واخته واخوه ودك شي كام ولكن في حياتهم هما العادية لما دخلوها شهدوك المشاكل كي يقرب لها كيتودد لها وهذا ولكن هي دلت راسها قلت لكم قلت لكم دلت راسها بزاف بزاف وحست صافي هي طحت في عين راسها وقلت هو طاح من عينها والناقص عندهم المرات تتمنالوا يعني دي شي حاجة تتمنالوا شي حاجة خيبة وقلت قلت كان نمثل معه في الحياة الزوجية وكان نمثل معه في الفراش وكان قلت لك ندير على أني هذا ولكن قلت لك أنا ماني سعيدة في حياتي وقرهت حياتي وقرهت ما عرف شنو ندير هنا انا نقول لها واحد الحاجة انتي دبل اعطاه الله اعطاه بهذا كنت نتوصل شو نقوله ذكيات بحل السيدة اللي لا لديها خدمة لا لديها وظيفة لا لديها شي حاجة لا لديها شلش تعول على راسها لا لديها لا لديها شرد لا لديها شرد صافي النهار الأول عرفت هذه العائلة بحلقة نتوصلة 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 لا لديها شي حاجة لا لديها شرد لا لديها شرد نتوصلة لا لديها شرد لا لديها شرد لا لديها شرد حاولي لا تصل لا لديها شرد نتوصلة هذا القصة نتمنى تفيدونا نتمنى تعطونا لديها شرد حاولي تخدمي حاولي تهزي راسك أنا كنا نصحك من دابة سيري قلبي على العمل خدمي ديري شي وظيفة خدمي 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 قلبي على الخدمة في أي حاجة كانت تهزي راسك أولا الخدمة كتنسيك المشاكل كتعرفك على على حياة جديدة كتعرفك كتنسيك كتنسيك تصوري انتي ثمانية الساعات كتنسي المشاكل لا تبقاش عطني تزيغ معك العمل كتنسي قلبي على العمل استقلي بحياتك وتشوفي وهتمي بنفسك وهتمي بحياتك قضحكين بينك وبين نفسك فرحي نفسك سعدي نفسك لأنك خسرتي في واحد الحاجة لما تخلي حياتك كلها تخسر خسرتي مثلا في عزة نفسك وقرامتك مع زوجك حاولي تبني حاولي تناسي حاولي تبدلي حاولي تغيري حاولي بني قلبي اقرأي كتب كي يعطوه تفرجي في أفلام كيعطوه نفس ننصحك بأفلام أمريكانية ليس فرنسية ولا عربية ولا ميريكانية كيتكلموا على قصة نفس قصتك وخاية لا تنشعر بالميريكان بزيارة القصة ولكن كانت لك كائنين لبعض القصة هذا هو أنت مننا نتمنى لك حياة سعيدة واني بك نجيكم السيدة السيدة المديرات المدرسة كنت حكيت للمقصة في الفيديو والزوجة لها محيدة لها كي يعطيها لها وهي كتخدم كي يعطيها الفلوس لا يعطيها الفلوس لها مديرة مدرسة ومتزوج عليها وكي يعطيها لهم فلوسها لا يعطيها لهم المهم ذا زيارها لكي تقلت له أعطيني الكارت ديالي وهذا ودار فيها والله المهم ما ندبرها القصة مش تحتية هذه قرأتها ولكن سأعطيها لكم في فيديو يعني هانها أكثر وكرفصها أكثر وهي دا ممتلة بغتش لها عندها غير واحد البنت أو واحد الولد يمكن بنت لما أعتقد اللي مريضة محتاجة العملية ومحتاجة العمليات بزاف وهذا وبغتت الفلوس باش تعالجها وهذا وما قدتش لأنه زوجي لها سيطر عليها ودالها كل شيء الأموال ديالها المهم غدا نحكي لكم قصة في فيديو جاي واني بيكم رأي نحبكم كاملين